موسيقى برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بترفقونا اليوم بانترفيو ضيفنا وعبر تتبيق زوم الفنين جاد شويري صباح الخير مرحب 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 المشروع المشروع الان راح تنكي كمان عن كتير اشياء عن اذا فينا نقول هيك مسيرة طويلة اليك فترة بمجال الفن بين الغناة المحين حتى الكتابة والاخراج بشكل خاص خليني هيك بالبداية وبالعريض إذا بدك أسألك هل بيتبع جاد سياسة خالف تعرف تعرفي بيسألوني كتير من أول ما بلشت إن سألت هيدا السؤال بتصور إنه أنا مختلف على بعض مش إنه بتعمد هيدا الشي أنا بتصور إنه كلنا مختلفين بتصور إنه كلنا فينا قصص غريبة ما بتشبه غيرنا بس في ناس بتجرق تنمي هيدا الشي فيها وفي ناس ما بتجرق بتصير بدت بدت تكون بتشبه غيرها وبتتفق معها بكل أفكارها وأزوئها وبتنكمع إذا بديك بزوء أو بشي بيصير هيك إذا بديك معلم أنا حقيقة بشبه حالي وإذا هيدا بيعملني مختلف صوت هيدا أنت هيدا أنت صاح هيدا أنت يعني هيدا الاختلاف خلى جد شويره يكون هو لا ما بتصور الاختلاف بس بتصور إنه كمان الموهبة لأنه أوقات وقتها بيشتغل لفنانين تانين ما بكونوا عم فرجي أنا اختلافة صاح حالي أنا نحكي عنهم هولي إيه زوئي أو بقول عم عم بعم بشتغل بطريقة بتشبهون هني ما بتشبه إختي أنا بس هول أفكارك هولي أفكارك جاد هيدا رؤيتك إن كان إخراجيا أو حتى بكل شي بتقدمو هيدا عم تشتغل لغير حداً عم تشتغل لكتار من الفنانين ولكن هيدا 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 رؤية جاد الإخراجية إذا عم نحكي عن إخراج الكليبات وهلأ رح نحكي عن كليب سيبرستار رغب علامة يلي كان علامة فارقة كمان ما فينا ننكر أكيد أكيد هلأ قطل بشتغل مع حداً أكيد بيطلل رؤية طبعي لكن بيشرب كتير من من الستايل طبع الفنان اللي عم بشتغل معه أكيد كليب راغب سيبرستار مثل راغب بيضل علامة فارقة بس هيدا ما كانت أول مرة شغلين أنا وراغب كمانا موسيقيا أراغب على ألبوم كامل أنا بأيام أنغامي ما كانت مدير الإنتاج بأنغامي لذلك هيدا ما شعب بيشتري ممكن أول عمل إذا بدك كليب هيدا كانت أكثر كلايف سيشن وكإعادة إصدار ألبوم أهم وارتداركشن كامان ساعة؟ لا كانت ميوزيكال بروداكشن آه أوكي ميوزيكال بروداكشن جاد لما بتشتغل مع فنانين مثل سوبرستار راغب علامة مثل أكتار غيره يعني أسماء كثيرة مضيط إخراج كليب بيتا كيف بتخلي الفنان عفنان تاني تختلف رؤيتك الإخراجية لكليب بيتو؟ مثل ما أقول لك حسب هو الفنان حسب شوي بيلبق له حسب شو العمل الغنية بده وحسب السوق مش لأنه بدي أشبه السوق أوقات كرميل ما أشبهه نعم حالو جاد بدي انتقل أنا وياك لنحكي أكتر شوائي عن جاد شوائري عن آخر إصدار أصدرته يلي هو هلا لالله هالأغنية يلي أو الناس كتير 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 حبتها أو الناس ما حبتها وخلينا هيك نحكي الأمور مثل ما هي ما عليش ودنا أزواء وانت بتعرف يعني في كتير ناس وشفنا لإلك على السوشيل ميديا أو على صفحتك كمان بشكل خاص الناس من برات لبنان حبوا كتير الأغنية ومثل كل الفنانين بس يقدموا شي ناس بتحب وناس ما بتحب خبرني عن هلا لالله ليش بهدد توقيت بالتحديد أغنية هل أدي هيك مختلفة بالنسبة لإذا الناس حبت ولا ما حبت في ناس عبائرة الناس ما حبتهم في ناس روسل الناس ما حبتهم بالأول أعمال لأكبر الفنانين من كارفاجيو لحتى دافينشي بأول قيام وما حبتوا الناس لذلك ما بتعني شي اللي بيعني هو العمل اللي بيبقى اللي فيه وأوقات مش يعني أنا هيدا العمل هلا لالله غنية مونولوج خفيفة فيها 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 فكرة مبعرفة إذا حتى بدي عمل حيعيشي ممكن مثل غير غنية ما لا أكيد بتأمل لأنه الغنية فيها إذا بديك شي كوميدي بس بزيت الوقت بتحكي كتير عن عن واقع إذا مش بس بلبنان بالعالم كله لعالم تعمل على غيرها يلي هي مكبوطة منه يلي هي مكموعة منه فكرة هلا لالله هي بوليسة عم بيتهم ناس عم بيفتش على ناسه ما هو فرستريتد ومكبوط عم بيفتش على شو في غلط أنه هو إقلقت ناس وبيجع بيكتشف أنه مش مظبوط هو اللي تهيق له غريب أنه هيدا الغنية نزلت بوقت إحنا بلبنان عم بيلاقته مبارحة كانوا ملاقتين كوميديان لأنه عطي رأيه أو نكت بطريقة معينة بس تعرض لمقامات دينية صغير تعرض يعني هو تعرض لمقامات دينية بس أكيد تعرض للي بده هيدا حقه الشخصي والحريات دستورية لحقنا نقول يلي بدنا مش يعني هيدا شي من حبزه بس أنا حتى يلي منه من رأيه دينيا أو اعتقاديا ما فيني أنا روح كب عليه الشك يلي أنا فيه لأنه العالم يلي بيخافه من من حدا عم بيتعرض لدينون هنه عالم منهم كتير مأمنين فيه بيخافوا بيخافوا عليه من هيك بس المقامات الدينية يا جات خط أحمر يعني فينا نتعرض لكل شي بدنا ياه ولكن المقامات الدينية لأحترامة أبدا أبدا ما في شيء اسمه أحترام بحقيقة غيري لأنه وقتها بتبلشي بتقولي أحترام أنا بكرة بخترع لك دين بقلك أنا بأمين بالدفدعة إذا بتاكليها أو بتضربيها في عالم ما فينا كل واحد على دينه يجي يخترع يقلك أنت ممنوع نحنا الخمرة ممنوعة بدين تاني إذا بدي إجي أنا أزبور يلي هو بدي يشرب خمرة وقل له أنت مجمور ما تشرب لأنه أنا بأمين أنه هي غلط هون بيصير في مشكل ما فينا أبدا ما أمد ديني كل واحد أحلى أكيد وأنا بفضل يلي بيحترام الأديان نحكي بحريت الرأي ما فيك تجي تحط ليميتات بمحلات ومحلات ما تحط ليميت حريت الرأي هي حريت الرأي بس تنتهي حريتي عندما تبدأ حريت الآخرين لا ما في حريت الآخرين أنا إذا حدا أجي أسبل لي أنا حدا حتى بمزحوات إذا حدا بيسبل لي مين ما بديك معتقداتي أهلي يلي بديك هو المشكل فيه يلي بيسب ويلي بيزل وبيقلل هيدا هو قليل صغير أو تافيه بس أنا ما فينا إجي حاسبه نحنا شفنا وقتا صارت بفرنسا مشكلة الكارتونز راحوا قطعوا راس حدا لأنه يمكن هو غلط لات مصخور ولقليت لهيدا غلط بس ما فينا أنا من هون دين ناس وما فينا حاسبهم لأنه ما بعود في لا حريت ولا حريت الرأي حريت الرأي ما بتوقف بمحل بس كيف ما نحافظ برأيك على معتقداتنا وعلى دياناتنا السماعية كل واحد هيدا شغلته شغلته لحاله المهم نحافظ نحنا على عدم العنف المهم نحافظ نحنا على السلم نحافظ على العنف بالحكي ما أنه مثل العنف بالفعل ما أنه زيت شيء أبدا وإلا ما فينا نحنا نعمر مستقبل وما فينا نعمر مجتمع إذا كل واحد حسب معتقداته بدي يجمع غيره فيهم هيدا آخر الدنيا ومنعرف لوين بتود يعني هيدا هيدا جاد جدالية إذا بدك طويلة عريضة من دل ساعات وساعات نحكي عن هيدا الموضوع إنما اليوم الحلقة جاد شويرة لنحكي عن أعمالك أنت بدأ يروح شوي لأغنيتك يلي كنا عم نحكي عنا ليش حجبت عن يوتيوب وهل صحيح أنها حجبت أو أنت شلطة؟ أنا الشلطة الصراحة وقت أبلشت الغنية حسيت أنه أقل من العادة أول كم ساعة عم تنتشر بالنسبة لغنية يعني لغير أغاني أنا منزلهم قبل صرت عم بسأل العالم اللي بيشترلوا معي القيمين على التابعي أو شركة بيليفيا اللي هي بتوزع أعمالي قالوا لأي شكلها مش عم مش عم بتكترح إذا بديك على اللي عندي والأعلان اللي كنا مبلشين والترويج عليها السبب أول شي فتكرنا أنه هي لفت السيجارة بقلب الكليب طلعت بعدين بعد كم يوم كلمة بوليس اللي مكتوبة بقلب الكليب على كفر اللي هيدا بيخافوا من قصص هيكة يكونوا منهم بمحلهم من بعد ما صار في ريفيو على الغنية رجع مش الحال وكانت رغلا على سارة فوق المليون ونصف فيوز على يوتيوب وكانت من عشر أكتر أغاني نعملوا ستريمز بالعالم العربي مباري حاليوم بعد ما بعرف أوكي جاد كنت عم تقلي عن الأعلان شو قصة الأعلان الأعلان بتاع في وقتها من نزل أي عمل باتريسيا منعمله جوجل أدز يعني أعلان على يوتيوب كرميل انت عم تحضر شي تاني يقترح عليك غنيه جديدة نعم صح أنت بتحب شي معين بيتلعلك بالسارة هذا نوع من الأعلان اللي بيعملها هو يوتيوب لأي عمل انت بتنزليه يعني إذا أعلان مدفوع والأعلان كمان أول شي منع لأنه فيه سيجارة وإذا كان يتحشيش أو مش حشيش الدخان ممنوع ينعمل عليه أعلانات وشنيك هلأ إذا بتحضر عندي على يوتيوب يعني كل شي عم نشوفه براكتكلي أورجانيك لأنه قدرنا نعمل غير طريقة بمجرد ما فيه دخان ولف سيجارة بس أنا كمان أفتكار بالأول هو بالغنية إذا بتسمعيها لف السيجارة ما بيطلع حشيش بيطلع هيدا مثل ما كنت عم تخبريك الشرطة مكبوت وعم بيشوف بغيره أي شي هو قامعه أو كابتو بتطلع حتى السيجارة كنت عادية بقول فيها جاد يعني أكيد كل توفيق لألك بالنسبة للأغنية كنت عم بتقول كمان أنه من بعدها في كتير أغنيات أنت محضر ألبوم كامل متكامل أي متى راح يصدروا الأغنيات التانين تقولك شي باتريسيا هلأ هالشهر بعد عيشه بطريقة كبيرة يعني نهار الأحد عندي إفنت مع لا أبنا نحك عنه بزحل جمع اللي بعدها أنا بعلاي كمان بإفنت كبير رح يكون غنيك مع النجم نادر الأتات ورحكون عم بصدر أول غنية مش نيك عم خبرك عنه حكونا عم بصدر تانية غنية بهذا الإفنت يعني بعد وراء بعضهم يعني ما في كتير فرق بين الأغنيتان لا ما في كتير فرق لأنه لأنه في أغاني يعني في أغاني كتير بجي ينزلوا ألبوم كامل الألبوم حيضم أغاني نزلوا قبل مثل أنا بيروت لكن في أغاني جدا الألبوم اسمه بلبلة الغنية النازلة جمعة جاء اسمه السيت كمان مصرية وهيك كل جمعتين ثلاثة رح يكون عم بينزل غنية من هلأ تقريبا لأخي السنة نعم بدأ أحكي شوي عن أنا بيروت هالأغنية يلي حققت نجاحات كبيرة وهيك أخدت أصداء كتير حلوة بالوسط الفني يلي أطلقتها كمان يعني مش من كتير زمان خبرني عن أنا بيروت وتوقيت أنا بيروت بالتحديد أنا بيروت غنية مع الفنان الجديدة تيارا واهب حتكون كمان معنا كانت ضيفتنا كمان تيارا وجوليان روكوز فنانين جديد حبيت بها الغنية هيك بفرج بيروت جديدة نحنا كتبناها هذه الغنية أنا والفنان غامشة لهوب ولحنا جمال ياسين دورينج اللوكداون بعد انفجار بعد انفجار بيروت طلعت عن جد سمعت كتير أغاني عن قديش بيروت حزينة وقليمة يعني عالم عم تبكي عن بيروت أنا من أول لحظة كنت بس عم فكر ببيروت اللي بحبه ببيروت اللي بتشبهني الغنية اللي بتشبه وما ما بتشبهني المختلفة بكتير مجالات بس بزيت الوقت اللي هي بتعفي بتبلش الغنية بتقول بلا ما تفهمني مصدقني بيروت عن جد ما منفهمه لأنه فيها اختلفات فيها فيها أسس متناقضة فيها فيها جمال روح فيها اللبناني البيروتي كتير مختلف عن بعضه بزيت الوقت متفقين وعندهم القصص هيدا الشيء الحلو هيدا الشيء ومنحبها متل ما هي بكل شيء فيها باختلافاتها بطلعاتها بنزلاتها بانكسارها أوقات تبقى شوية أقل عوية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بقى تغيسة الله ما بقفيني ننزل أكتر ما بقفيني عافيك ما بقى نحمل أصلا ما بقى نحمل بنا ندل قدرين نطلع جاد بدي أحكي قبل ما ينتهي وقتنا عن حفل زحلة عالبردوني عالبردوني عالبالكون هيدا تاني حفل عالبالكون مظبوط من بعد نجح أول أول إيفنت بالجم مايزي جم مايزي عالنجم ماياديا بالنجم جوزاف عطية كان عنا هيك ليش زحلة بالتحديد حماس لأنه كمان من أهم مدن لبنان صحيح واحد من أشخاصي يعني شركة سيلفرسون خليل دني من زحلة وأنا كمان نحنا من البقاء من زحلة بيت شوي من أبنائس يعني من الأشرفية الأشرفية كمان أنا ببيتي وأنا ربيانة هنا كل حياتي أما من الأشرفية سو بعتبر حالة من هنا نعم لذلك شوي شوي عم نروح على محلات يمكن إذا بدك مصيطرين شوي فيها أول شي لأن المهرجين فيه كتير صعبة الشو عم ينعمل على البالكون كمانا هالمرة عم نحسن بكل إذا بدك الصعوبات للإناها قبل بمرة سو رح يطلع إيفنت كتير حالة إن شاء الله مين رح يشاركك بهيدا الإيفنت جاد بزحلة؟ ساعة رمضان مجم ساعة رمضان نعم والفنانة الجديدة النجمة تيارة واهب يلي هي بتغني معي أنا بأيروت هيدا بزحلة كانت ضيفتنا مش من كتير زمان ويعني تيارة من الأصوات ويعدي أول إنتربيو مع كانت معك ما حتنسيها صحيح أنا بدي أتمنى لك جاد كل توفي إن كان بحفل على البردوني على البالكون وبزحلة إن كان بألبومك الجديد وإن كان بكل الأعمال الإخراجية يلي عم بتقوم فيها ويلي عم بتلاقي كتير نجاحات شكراً لوجودك معنا شكراً على هيدا الصبحية كنا منتمنى تكون بستوديو أكيد بس بعرف إن شغلتك كتير خاصةً هالجمعة فاتريسيا روحت موعد اللي قبل كان عندي يوغا مرح تعمية وكان عندي تمرين مرحت لأنه مبارح شغل لساعة أربعة بكرة لذلك على قد لحقت على قد لحقت على قد لحقت نمك نبين مانكوش بعدنا عم بشرفا ساحاً نوم بس أنت بموني وبيير وبيير كمانا بمونه أصلاً كل الإزاعة أنا عزيزة على قلبي شكراً لإلك الفنان جاد شويري كل توفي بكل شي جديد عم بتقدمه شكراً لوجودك معنا وأهلاً وسهلاً فيك عبر صوت لبنان شكراً لإلكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايماً فقراتنا كتيري شكراً للمشاهدة